يجتمل الشهر الثاني من الحمل على الأسابيع من الخامس إلى الثامن من مدة الحمل وفيما يأتي توضيح مبسط لكل أسبوع في الشهر الثاني وما يحدث فيه من تغيرات للجنين الأسبوع الخامس يكون حجم الجنين ما يزال صغير الحجم ومع ذلك تبدأ أعضاء القلب والدماغ والحبل الشوكي والعضلات والعظام في النمو والتطور في هذه الأثناء تتتابع المشيمة وكيس الأمنيوسي تشكلهم ومن الجدير بالذكر أن المشيمة هي التي تغذي الجنين بينما الكيس الأمنيوسي هو الذي يوفر بيئة دافئة وآمنة للجنين ويمكن الجنين من الحركة بشكل سهل وسلس في هذا الأسبوع أيضا يتشكل الحبل السري ويقوم بربط الجنين بدم الأم الأسبوع السادس يكون شكل الجنين في هذا الوقت صغير كالضفضع أو ذنيبة وفي هذا الأسبوع تتكون العيون وبرائم الأطراف ومن خلال استخدام الموجات فوق الصوتية قد يتمكن الطبيب من سماع دقات قلب الجنين الأسبوع السابع ما زال الجنين ينمو ويتطور وسوف تستمر براعم الأطراف بالنمو والتي تتطور لتكون اليدين والقدمين كما وتستمر أجزاء كثيرة في التطور مثل القلب والرئتين والأمعاء والزائدة الدودية والدماغ والحبل الشوكي والفم والعينين الأسبوع الثامن يعد هذا الأسبوع مهما في نمو وتطور الجنين حيث إن طيات الجفون والأذنين تتشكل وتظهر عند الجنين أصابع القدم وأصابع اليدين بشكل أكثر رضوحا وبذلك يمكن له أن يسبح في الرحم وتؤثر التغيرات الهرمونية تقريبا في كل جزء من جسم السيدة الحامل في هذا الشهر فهناك العديد من العلامات والأعراض التي قد تلاحظها السيدة الحامل خلال الفترة الأولى من الحمل خاصة في السلث الأول من الحمل والذي يعد الشهر الثاني جزءا منه وتشمل هذه الأعراض ما يلي أولا التعب والإعياء الشديد ثانيا تصلب وانتفاخ الثديين ثالثا الغثيان الصباحي وهو الغثيان الذي يصيب المرأة الحامل في أي وقت من اليوم وعادة ما تبدأ المرأة ملاحظة في الشهر الثاني من الحمل وقد يصاحبه حالات من التقيق وفي بعض الحالات يكون غثيان فقط بدون تقيق رابعا الرغبة الشديدة بتناول بعض الأطعمة أو ربما يتطور عند السيدة الحامل حالة من النفور من بعض أنواع الطعام خامسا حدوث تقلبات وتغيرات في المزاك سادسا الإمساك سابعا زيادة عدد مرات التبول ثامنا الصداع وآلام الرأس تاسعا المعاناة من حرقة المعدة وآخيرا حدوث زيادة أو نقصان في الوزن ونظرا لتغير جسم المرأة الحامل عليها أن تقوم ببعض التغيرات على روتين حياتها اليومي مثل ضرورة النوم مبكرا وتناول وجبات طعام صغيرة وبشكل متكرر ولحسن الحظ فإن أغلب هذه الأعراض غير مريحة سوف تختفي مع تقدم المرأة في مراحل الحمل وأيضا ليس من الضروري أن تعاني كل النساء اللواتي يمررن في مرحلة الحمل من تلك الأعراض بل هناك بعض النساء قد لا يشعرن بتلك الأعراض على الإطلاق ومن الجدير بالذكر أنه إذا كان هناك أحمال سابقة لنفس السيدة فإن شعورها بأعراض الحمل وعلاماته قد يختلف عن الأحمال السابقة فكما تختلف أعراض الحمل من امرأة إلى أخرى قد تختلف أعراض كل حمل عن الآخر عند نفس المرأة وهناك العديد من النصائح التي تقدم للسيدة الحامل من أجل تجربة حمل صحية ومريحة وهذا من أجل الحفاظ على صحة الجنين من هذه النصائح ما يليه أولا تناول الطعام بشكل متكرر ومنتظم وبكمية قليلة في كل مرة خلال فترة الحمل وعليها الحفاظ على وزنها من الزيادة المفرطة خلال فترة الحمل فتنصح السيدة بضبط الزيادة في وزنها بين حوالي 11 إلى 16 كيلو إن كان وزنها بالمعدل الطبيعي قبل الحمل وأما بالنسبة للنساء ذوات الوزن الزائد أو التي يعانين من السمنة فينصحنا بزيادة وزنهن زيادة بسيطة تتراوح بالمعدل بين من 4.5 إلى 7 كيلو جرامات ثانيا تجنب التوقف المفاجئ عن الأدوية الموصوفة من قبل طبيب السيدة الحامل أو البدء بتناول أدوية أخرى سواء كانت غير موصوفة من قبل الطبيب أو أدوية دون وصفة طبية وذلك دون استشارة الطبيب المشرث بل على السيدة الحامل استشارة الطبيب المختص والمشرث على حالتها بجميع أنواع الأدوية والوصفات الطبية التي تريد تناولها ثالثا تناول حبوب أو كابسولات الزنجبيل حيث إنها من الممكن أن تساعد السيدة الحامل على السيطرة على الغثيان المصاحب للحمل أو ما يعرف بغثيان الصباح وتبع هذه التحضيرة من الزنجبيل في السيدليات دون وصفة طبية ولكن مع ذلك يفضل استشارة الطبيب المشرف قبل البدء بتناولها رابعا تجنب التدخين أو التعرض للتدخين السلبي وتناول الكحليات أو العقاقير غير المشروعة أو المخدرات وأخيرا متابعة ممارسة التمارين الرياضية الروتينية إلا في حالة طلب فيها الطبيب المشرف غير ذلك وعلى السيدة الحامل الانتباه لضرورة تناول كميات كافية من السوائل أثناء التمارين الرياضية والابتعاد عن الأسباب المؤدية للإصابة بالجفاف الموسيقى